أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السير وللذي لكفروا بعبهم عذاب جهنم وبئس البشير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذكبنا وقلنا ما نفذر الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو لعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم موفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أأناتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبله فكيف كان نكير أو ألم يروا إلى الطير صافهم الصافات ويقبض ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جهود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسكت إصطا بل لجوا فيه تب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صاجقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلسة سيئت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلنون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين